اهلا بكم في درس جديد من قناة تعلم الانجليزية مع اميرة الدرس النهاردة هقدم لكم 30 جملة جديدة من سلسلة عبارات شائعة في اللغة الانجليزية تعالوا نبدأ الدرس شكرا لتشجيعك لي لقد عانيت ما فيه الكفاية لا أستطيع أن أعاني أكثر من ذلك لست على صلة بأي أحد ليست لك ولا حتى لي أعطيهم جميعا فرصة متكفأة أعطيهم جميعا فرصة متكفأة أعطيهم جميعا فرصة متكفأة شيء لا يستحق الذكر لقد كانت فترة عصيبة لا تقلب الأوضاع ما زدت تريدني أن أفعل في تلك الحالة؟ حاولت أن أوضح له كل شيء ولكنه لم يفهم عامل الناس كما تحب أن يعاملوك لا تهتم بما يقولون تنبه لما أقول هل يستغرج هذا وقت طويلا؟ عندي شعور داخلي بأنني سأوافق بأي وسيلة؟ بايهوك أو بايكروك أمري لا أهمية له A matter of no consequence A matter of no consequence A matter of no consequence أذفع تبارك مشاعر الأخرين Consider the feeling of others Consider the feeling of others Consider the feeling of others إيا له من شخص ممل He is such a drug He is such a drug He is such a drug سأدرس الموضوع من مختلف جوانبه I'll examine the various aspects of subject I'll examine the various aspects of subject لقد فعل ذلك دون علمي لا تعتمد عليه فقد يخزلك سأذهب حتى لو منعتني معذرة لم أفهم جيدا ما قلت لا ينطبق عليه لا داعي للقلق من فضلك تولي هذا الأمر نيابة عني هل هذا يخصني؟ لا تنسوش تشتركوا في القناة ولو أعجبكم الفيديو لايك وشير اشتركوا في القناة